اشتركوا في القناة ما مدى امتلاك المسلمين اليوم لهذه الشروط والأسباب مشاهدين الكرام أنتم مدعوون لمشاهدة حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم بعنوان عوامل النصر والتمكين للمسلمين فأهدا وسهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد من خلالكم أرحبوا بضيف الحلقة الدكتور عمر عبدالعزيز القراشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بداية دكتور ربما تكون هناك جدلية في العلاقة ما بين النصر والتمكين لو أردنا تحرير المصطلحين ماذا يمكن أن يقال هنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالتحية موصولة لك وللسادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حول مفهوم النصر والتمكين هما كلمتان في اللغة العربية بينهما عموم وخصوص فيكون النصر تمكينا ويكون التمكين نصرا وهذا هو العموم بينهما أما الفارق بين النصر والتمكين فقد يقع النصر بغير تمكين لأن النصر له حقيقة في الإسلام تختلف عن كل الانتصارات العسكرية أو ما يتخيله الإنسان نصرا فلو انتصر على نفسه فذاك من حقيقة النصر ولو استشهد في الميدان فهذا من حقيقة الانتصار ولذلك رأينا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من فهم هذا المعنى فعندما وقع السهم في رقبته صرخ فزت ورب الكعبة فهم محدد النصر نعم أعطى معنى عميقا لحقيقة الانتصار بأنه وهو يستشهد بلغ قمة النصر فالنصر أو الانتصار على النفس هذه من معالم النصر ومن حقيقته كذلك حين يقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يسميها مصيبة في الأول ثم يقول كتب لنا ولم يقول كتب علينا تعطيك إشارة أخرى إلى أن هذه المصيبة هي جزء من النصر قد يكون انتصارا على النفس قد لا يكون انتصارا في الدنيا وإنما هو انتصار بميزان الله تعالى في الآخرة إذا قرأت قوله تعالى فأثابكم غما بغم أثابكم ما قال أصابكم غما بغم سبحان الله العظيم كيف يكون غما وكيف يكون مثوبة ليعطيك القرآن مؤشرا إلى حقيقة الانتصار الذي له معنى أوسع بكثير من الانتصار العسكري بكل معاني الاستراتيجية العسكرية نعم لكن دكتور عمر يعني الآيات والنصوص التي ركزت على الانتصار أو على نصر المؤمنين كثيرة في القرآن الكريم وهي نصوص كثيرة عموما يعني من المستهدف من هذه الآيات بالدرجة الأولى هل هم الأعداء هل هم نفس الإنسان وسويسه هل هو الشيطان يعني ثمت مفهوم محدد ركزت عليه نصوص الشريعة ووضعت له إطارا ربطت مفهوم المسلمين به الانتصار في القرآن الكريم مرتهن بأهل الإيمان ولا تجده مرتهنا بأهل الإسلام فتجد قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الآن مثلا للكافرين على المسلمين مئة سبيل وسبيل لأن الآية لم تقل ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين بل قالت علي المؤمنين فهنا معنى إيماني لا بد من تحقيقه في عامل النصري فالنصر أولا لأهل الإيمان وأهل الإيمان لهم مواصفات على شاكلة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا الانتصار لا يكون انتصارا على العدو فقط إنما هو انتصار على النفس وانتصار على الشيطان وانتصار على النفاق وعلى أهل النفاق لأن الجهاد في الإسلام متنوع وحقيقة الانتصار أنه لا يمكن أن ينتصر الإنسان على عدوه قبل أن ينتصر على نفسه ولا يمكن أن ينتصر على عدوه إلا بمجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان بحيث يحقق طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا تحققت هذه الخاصية كان النصر على الأعداء ولذلك في كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه في فتحات فارس يا سعد كن على حذر على الجند من المعصية أشد حذرا من عدوك وعدوهم لأننا ننتصر على عدونا بمعصيتهم لله وطاعتنا لله فإذا عصينا الله واستوينا في المعصية وكانوا أكثر عددا منا وعدة كانت لهم الغلبة علينا إذن من بين معاني الانتصار الانتصار على النفس الانتصار على حظوظ النفس يعني ورد في معاني التربية الإيمانية التي رباها النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله عليهم رباهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم فكان هذا هو محاربة الهوى ومحاربة حظوظ النفس ومحاربة الشيطان ومحاربة الدنيا يوم ما وقع في أنفسهم شيء من حب الدنيا وقع الفشل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فلما وقع شيء من حظوظ الدنيا حظوظ النفس كانت الهزيمة في داخل الصف المسلم قبل أن تكون على العدو إذن فحقيقة الانتصار تكون انتصارا على النفس على الهواء على الشيطان ليتحقق بعد بإذن الله الانتصار على العدو دكتور عمر كثير هي الآيات التي تعد المؤمنين بالنصر هل يفهم من هذه الآيات تعددها وتنوعها وورودها في أكثر من مورد في القرآن الكريم هل يفهم من ذلك أنه وعد بين السطور وعد أو إعلام من الله بأن هذه الأمة كتب عليها القتال والمواجهة طوال حياتها إلى نهاية الزمان مثلا الكلام عن الوعود بالنصر في القرآن ليس بالعشرات إنما هو بالمئات وقرأت كتاب الله عز وجل متعمدا المبشرات فيه بالنصر والتمكين فلم أجد سورة من سور القرآن إلا وفيها بشارات بالنصر والتمكين من أول القرآن إلى آخره حتى جمعت هذا في رسالة لم أستطع أن أشرحها أو أن أفسرها وإلا تحتاج إلى مجلدات إذن هي كثيرة لأنها وعد من الله عز وجل يريد أن يثبته الله سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين أما إنه دلالة على أن هذه الأمة لا بد أن تجاهد أو أن الجهاد في حياة الأمة قائم فهذا معنى واضح واضح في القرآن واضح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بيّن أنه الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة ماضٍ إلى يوم القيامة ومنزلت هذا الجهاد في الأمة القمة قوله عليه الصلاة والسلام الرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعلم فيه وأفضل ما فيه الجهاد والاستشهاد ويوم أن تركت الأمة الجهاد تحقق فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث منها إذا تركت أمة الجهاد وتبايعت بالعينة وتبعت أذناب البقر ورضيت بالزرع أو الرواية قالت إذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلاً لن يرفعه عنكم حتى تعود إلى دينكم فما فيه الأمة الآن من ذل بسبب ترك الجهاد لأن الجهاد هذا ماضي إلى يوم القيامة لأنه فرض عين في ظل الظروف الراهنة يعني كجهاد الدفع الذي ينبغي أن يكون قبل أن يكون جهاد الطلب نحن مطالبون بجهاد الدفع الذي وفرض عين على الأمة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بنبوءة يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أَوَى مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فهذه النصوص تشخص الداء وتصف الدواء نعم دكتور أشرت معذرة إلى نقطة مهمة وهي تعدد النصوص وتنوعها بالمئات تفيد تثبيت قلوب المسلمين أو المؤمنين بموعود الله سبحانه وتعالى بالنصر لكن هذه النصوص الكثيرة التي تثبت هذه القلوب وتعد بالنصر هل أيضا يفهم منها إشارة ربانية بأن ما قادم بأن المقبل من الأيام والأعوام والقرون سيكون قاسيا سيكون شديدا سيكون فيه ابتلاء عظيم هل هذا ما أريد أن يفهم منهم من هذه الآيات نعم هذا موجود في الآيات تصريحا وتلميحا وموجود في الأحاديث تصريحا حيث لا بد من الجمع بين الشدة والرخاء الجمع بين معالم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وعلم أن النصر مع الصبر أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر إذن الشدائد موجودة مع التفريج العسر معه اليسر لا بد إذن من وجود هذا وذاك والله سبحانه وتعالى وهو يذكرنا بهذا المعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب جاءت بعد هذه الزلزلة تجد هذا واضحا في الغزوات أيام النبع عليه الصلاة والسلام خاصة مثلا في غزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإجزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزالا شديدا فلابد من شدائد ولابد من محن مع الصبر عليها صبر الإيجابي وليس السلبي مع تحقيق السنن الربانية تتحول هذه المحن إلى منح منح ربانية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجة والله خبيرهم بما تعملون نحن إذن أمام آيات تجمع بين الشدة والرخاء والعسر واليسر والصبر والنص نعم ربما حان وقت الحديث دكتور عن هوامل النصر أسباب النصر الشروط التي ينبغي على المسلمين القيام بها حتى يتحقق عليهم وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر ولكن بعد الفاصلة وأذنت لي نواصل بعد الفاصلة مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين وحياكم في الحديث عن عوامل النصر للمسلمين والحديث دائما مع الدكتور حياكم الله دكتور عمر عبد العزيز القرشي دكتور الحديث عن النصر يقابله الحديث عن الهزيمة بين هذين المصطلحين ثم تمساحة أين يتموضع المسلمون الأمة الإسلامية الآن في ساحة الهزيمة أم في ساحة النصر؟ طبعاً ومن كتب بأن الأمة الظاهر دكتور الظاهر وخسائر في الأرواح لكن ثم تمكاسب منتصارات عظيمة تتحقق في سياق ما ذكرته قبل قليل أن الصحابي عندما رمي بالسهم قالوا فست ورب الكعبة بمعنى أن الصحوة الإسلامية تتجذر في المجتمعات الإسلامية وروح الجهاد والثابة في المسلمين من هذا المنظور يعني أنا سألتك نعم هذا المعنى يعني موجود ولكنه خافد لكن حين فهمت السؤال على الأمة فالأمة كما ترى محن موجودة في كل بلاد المسلمين ولا تجد من يذود عنها لا من أنفس المسلمين ولا من غيرهم لأننا إذا هن على أنفسنا هن على غيرنا من باب أولى فالمحن مثلا في مينمار لم تجد من حتى يصد عن المسلمين هناك الذين هم مسلموا أراكان وقع الابتلاء في العراق ومن بعده في الشام وفي نفس الأثناء في اليمن مع المحن التي مرت بها بعض البلاد المسلمة الأخرى كمصر وليبيا وتونس هذا الشيء الذي يطفو على السطح ومالي ربما نعم هناك يعني محن كثيرة أحيانا يقع التعتيم الإعلامي أو عدم المتابعة منه فلا تجدنا نستوعب كل المحن لكن المحن هي الطافية على السطح حتى ولو كانت هذه المحن فيها المعاني التي تتولد منها كالوهج أو النار من تحت الرماد لكن الشيء الذي هو موجود الآن شدة وكرب وهزائم ومحن يعقوبها بإذن الله منح قبل الحديث عن المنح دكتور عمر من فضلك يعني ربما لدي سؤال مركب الآن ما الخلل الذي أصاب الأمة وأوقعها في هذا القدر غير المسبوق من البلاءات وهل ينبغي أن تتحقق شروط معينة للخروج من البلاء قبل أن تحل شروط أخرى لتحقيق النصر واستحقاق النصر العنوان الذي بدأنا به وكان حقا علينا نصر المؤمنين هل تحقق الإيمان بمعنى أو تحقق الإيمان بفحواه أو تحقق الإيمان بحقيقته ومبنى هذا شيء قد يوجد في أفراد لكن لا يوجد في عموم الأمة فإذا لم يوجد هذا العنوان فمن هنا لا يكون النصر الذي ترجوه الأمة ثم إن هذا العنوان من ورائه مضمون يعني الإيمان هذا اسم علم أو عنوان كبير تندرج تحته الأسباب التي نريد أن نتحدث عنها في النصر إذن لابد من إيجاد الإيمان عدم وجود الإيمان بحقيقته ومعنى كان من وراء المحن الموجودة على أرض السحة نعم لو دخلنا الآن في صلب الموضوع دكتور يعني ماذا ينبغي على المسلمين عموم المسلمين أن يقوموا به أو أن يتحلوا به حتى يكونوا جديرين أو أهلاً لتحقق نصر الله الموعود مع أنك قلت في الحديث انطلاقاً من الآية الكريمة أن النصر الموعود به هم المؤمنون وليس عموم المسلمين كيف يمكن الربط بين هاتين الحقيقتين أن يعود المسلمون إلى دينهم وأن يظهر المؤمنون في المجتمع الإسلامي نعم كيف يتحقق ذلك عندنا نموذج عملي واقعي في أول الأمة كيف رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المنهج فصاروا ربانيين يقال في الحكم أن الله عز وجل رب محمداً ليربي به أصحابه ورب أصحابه ليربي بهم العرب ورب العرب ليربي بهم العالمين وفي كتاب الله عز وجل لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآية وإن كانت تتكلم عن مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنها مرتبطة بصلب الموضوع الذي نتعدث عنه يزكيهم بمعنى يربيهم يهذبهم ينقيهم حتى تخلو نفوسهم من حظ نفوسهم مع هذه التربية يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة الذي هو خير العلم وأنفعه مع وقايتهم من الضلال المبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الضلال المبين الذي كانت فيه أمة العرب قبل الإسلام وأنقذهم الله عز وجل بهذا الدين وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين عبارة عن أربع جاهليات كبرى ظن الجاهلية حكم الجاهلية حمية الجاهلية تبرج الجاهلية كانوا في جاهليات أربع نعم ظن الجاهلية مرتبط بالعقائد الضالة نعم وحكم الجاهلية البعد عن شرع الله وحمية الجاهلية الفرقة والعصبية وتبرج الجاهلية الأولى ليس موجوداً في القرن العشرين واللحادي العشرين إنما موجود نساء كاسيات عاريات يعني زاد على تبرج الجاهلية بمرحل كثيرة هذا يسبب الانتكاسة طيب العلاج يربيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف الأمة ربت في أول في أولها نعم ولما كانت تغطئ كانت تؤدب نعم لما أخطأت في غزوة أحد لم تجامل لأنها سنن لله عز وجل تعمل قانونها فلن تجد لسنة الله تبديله ولن تجد لسنة الله تحويله فكان من بين عناصر الهزيمة في أحد أن الرماء اختلفوا فيما بينهم أو خالفوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام فوقعت الهزيمة نعم لكن دكتور هذا تاريخيا اليوم ما هي عوامل النصر عند المسلمين يعني الآن معذرة يعني أوضح السؤال الآن يعني تقول أنه يوجد مؤمنون ولكن ليس متحققا في عموم المسلمين يعني هذا ربما معنى ملتبس يعني يوجد الآلاف من العلماء والمساجد ممتلئة وكثير جدا من المسلمين يؤدون فرائض زكواتهم عن طيب خاطر من نفسهم يعني يعني أين الخلل هنا كيف يستجلب النصر نعم هذا الدين درجات أعلاه الإحسان وأوسطه الإيمان وأقله الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا والقرآن الكريم ذكر أن الكل على خير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا هو المسلم ومنهم مقتصد برضو مسلم ومنهم سابق بالخيرات المؤمن والمحسن ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يدخلونها تعود على الكل حتى بما فيهم الظالم نفسه لكن مسألة النسب نحن بالنظر في كل آيات النصر نجد أن الوعد بالنصر جاء لأهل الإيمان ولم يأتي لأهل الإسلام هل عدد المؤمنين في الأمة الآن يستجلب النصر إذا كنت تسر عن مكمن الخلل طيب الإيمان هذا هل هو أمر فردي وفقط ولا لابد أن يكون سما عامة في الأمة كيف بمعنى أن يكون شيئا واضحا في الأمة الأمة تبدو فيها علامات الإيمان فيما يرتبط بالنصر والتمكين تجد مثلا وعد الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات شف آمنوا دعوا عنوان وعملوا الصالحات تابع لها ومنكم لغة مخاطبة للجميع الأجيال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم هذا كل وعد من الله عز وجل أو بنود الوعد المقابل إيه يعبدونني الآن يوجد عبادة كيف يتجلى لك غياب الإيمان حاضر يعبدونني لا يشركون بي شيئا أنت ممكن تقول لموجود يعبدونني أقول لك إذا وجدت يعبدونني فهي في صورة شعائر تعبدية صلى وزكى وصوم حج لكن يعبدونني بالمعنى العقائدي بالمعنى القرآني الذي فيه قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وميرت أنا أول المسلمين هذا معنى قليل في الأمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعني العبادة بمعنى الجامع الشامل وهذا شيء قل من المسلمين أن يعرفه فضلا عن أن يتلبس به وأن يعمل به ثم إذا وجدت يعبدونني فأين لا يشركون بي شيئا في ظل مظاهر الشرك الموجودة في الأمة يعني بصورة بصورة كبيرة جدا لكن حتى يتحقق الناصر يتحقق هذا الأمر يعبدونني لا يشركون بي شيئا لو أجملت هذه العبادة المطلوبة الموصوفة بالقرآن كريم دكتور بحاد الأمة يعني كيف ينبغي أن تكون الأمة عليه بهذه العبادة كيف تتحقق هذه العبادة وهذا الإيمان في الأمة العبادة بالمعنى القرآني الذي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال بالقلوب وبالأبدان معنى كما ذكرت لك آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي هذا معنى ينبغي أن نعرفه ثم نحيا به نعيشه منهاجا عمليا يعبدونني لا يشركون بي شيئا مثل ما تجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الساعة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله يا مسلم هذه موجودة لكن يا عبد الله التي هي في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا طب عبادا لنا مثل في القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة إلى آخر السورة لأنني أخشى أن يدهمنا الوقت من أجل أن يتحقق هذا المعنى الإيماني والمعنى التعبدي لابد من أسباب النصر المذكورة في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ذِيَارِهِمْ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط هذه ستة ستة عناصر أو ستة صفات في أسباب النصر المرتبطة بالإيمان والمرتبطة بتحقيق يعبدونني لا يشركون بشيء مثالها إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات لا يكون إلا مع الإيمان ما في إيمان ما في ثبات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والفلاح إشارة للنصر طيب أذكروا الله كثيرا ما دخل أنني أقاتل الأعداء مثلا وأنا أذكر الله يقال هنا يسكت اللسان ويتكلم السنان لا بد من ذكر اللسان لأن الذكر هنا معناه المعية لأن الله هو القائل في حديث القدسي وأنا مع عبدي إذا ذكرني وحيث كان الله معك فمن عليك إذن لابد من إيجاد أسباب المعية فتتمثل في الذكر ثم العنصر الثالث وأطيع الله ورسوله سبب النصر الرئيسي شيء مهم جدا في حياة الأمة وهو مفقود للأسف وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ يعني المقابل للقول وَلَا تَنَازَعُوا الاعتصام بحبل الله كما في آية آل عمران وَاعتَصِمُوا حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا طيب أين الاعتصام في الأمة حتى الآن نسمع لك فصائل المجاهدين فصائل متى ما أصبحت فصائل لا تنتظروا انتصارا لأنه اختلاف الرما فيما بينهم ومعدد يسير من الجيش كان سببا للهزيمة فكيف إذا اختلف الجيش بأكمله وكيف إذا اختلفت الأمة على كل المستويات بدون تفصيلات إذن من أهم أسباب النصر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ثم سبب خامس وَاصْبِرُوا الصبر إن النصر مع الصبر والنصر صبر ساعة وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ثم تُوِّجَت هذه الأسباب بالإخلاص بالبعد عن الرياء والعجب والأشر والبطر والكبر والغرور قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ذِيَارِهِمْ بطراً ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هذه نسميها الأسباب المعنوية للنصر هناك أسباب مادية القرآن الكريم ذكرها وأجملها على نحو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وسبحان الله جعلها حسب الاستطاعة يعني لو لم يكن في وسع المسلمين إلا صنع بداء للأسلحة فهذا الذي استطاعوه لكن لا ينتظرون أن يأخذوا سلاحهم من أعدائهم إنما أنتم يا معاشر المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ويجعلها حسب الاستطاعة سبحان الله يجعلنا لو قاتلنا عدونا حتى برميهم بالرمال مع الأسباب الأخرى المعنوية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أمسك بحفنة من الرمل وألقاها في وجوه المشركين ويقول شاهت الوجوه فما تركت عينا إلا أصابتها وهو قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نعم دكتور أشرت إذا نقطة مهمة قبل أن أذهب إلى الفصل أريد أن أستضحها منك قلت إن الله لن يجعل نقر عن قرآن للكافرين على المؤمنين سبيلا كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية الكريمة وبين واقع المسلمين الآن الذي يعيشونه من ضنق وابتلاءات كثيرة شمل بهذا الابتلاء المؤمنون أيضا نعم يعني كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين واقع المؤمنين الآن الذين يعيشون ابتلاءات يعيشهم المسلمون أنفسهم ده هذه الآية تشخص المرض وتصف الواقع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإذا وجدنا للكافرين على المؤمنين أو بمعنى أدق على المسلمين سبيلا دل ذلك على أن تحقيق معنى الإيمان لم يوجد غائب والأشياء الفردية يعني تصبح من الشيء الذي لا يقاس عليه كالشاذ الذي لا يقاس عليه إنما الأمة كأمة غاب عنها هذا المعلم الإيماني فأصبح للكافرين عليها ألف سبيل وسبيل الآية ليست منسوخة والآية واضحة وهي لمن قال كيف يقول الله هذا والكافرون الآن لهم علينا ألف سبيل وسبيل فنقول لأن المعنى الذي ذكر في الآية غير متحقق في الأمة فصارت للكافرين علينا الغلبة وصرنا نحن في هذا الواقع المنهزم الذليل الأليم نعم ربما حان أيضا وقت الحديث عن كيفية وضع المسلمين أو المؤمنين أنفسهم على طريق استحقاق النصر الإلهي نذهب إلى فاصلهم ثم نكمل النقاش نكمل النقاش بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى آخر أجزاء حلقة اليوم وهو مخصص للحديث عن مدى امتلاك أو فقد المسلمين لأسباب وشروط النصر دكتور يعني ذكرت الصفات أو الخمسة التي ينبغي أن يتصف بها المسلمون حتى يدخلوا في طريق النصر أو يكونوا جادرين بنصر الله سبحانه وتعالى لكن السؤال هل نقص نقصان صفة أو صفتين أو ثلاثة أو يعني عدم قدرة المسلمين على تحصيل هذه الصفات يعني وقوعهم في هذا القدر الكبير من البلاء ما الحكمة من ذلك؟ يعني إذا نظرنا فيما حدث للنبي عليه الصلاة والصحابة نعم كما يختل شرط من الشروط شرط من شروط الجندية يختل تقع الهزيمة لأن الله سبحانه وتعالى حين يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصرون وأن جندنا هم الغالبون فمعناه الغلب دائما وأبدا لجنود الله فإذا وقعت الهزائم إذن اختلت شروط الجندية أو شرط من شروط الجندية اختل شرط في غزوة حنين حين عجبتهم كثرتهم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها نعم لكن ذلك الوقت دكتور كان في مرحلة التأسيس وربما في مرحلة التأسيس تختلف الأمور عن مرحلة في المراحل اللاحقة لا لا ليس هناك اختلاف لأن هذه سنة تعمل كما في البداية تعمل في النهاية قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلها ولن تجد لسنة الله تحويلها حسنا يعني في السابق في العهد النبوي وفي عهد الصحابة وحتى من بعدهم كان هناك دولة وعلى رأس هذا الدولة رأس يقود المسلمين جميعا كيف يمكن تحقيق أسباب النصر أو رفع البلاء في ظل تشرذم الأمة الإسلامية راهنا وعدم وجود رأس يطبيطها وانقسامها فرقا وشيعا لا يخرج الأمر عن ما نتحدث عنه أنه يوجد في الأمة من يحيي فيها هذه المبادئ النظرية التي هي في القرآن مبادئ نظرية تتحقق في الواقع العملي بحيث نأخذ بأسباب النصر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ودخلكم جناتهم تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب طيب هذا النصر والفتح الذي نريده قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أيضا الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نحن لماذا نفلسف الأمور أو نعقدها الأمور عندنا واضحة وبسيطة وموجودة في القرآن الكريم فقط نتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته تدبر لآيات مثل هذه في قضية النصر وقضية الجندية وقضية التمكين موجودة لكن كلام نظري لكن نحن نعلم أن هذه الأمة تمرد ولا تموت ونعلم أن نور الإسلام يخبو ولا ينطفئ لوعد الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم واللهم يتموا نوره أي تصف يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكفرون أيت التوبة فدل على أن نور الله لا ينطفئ في الحال ولا في الاستقبال لكن يخفت هذا النور تضعف هذه الأمة ولا تموت طيب الأمة وهي مريضة ينبغي أن تأخذ بأسباب العلاج فلكل داء دواء فنحن الآن في مرحلة الداء ومرحلة المرض نأخذ بأسباب العلاج نأخذ بالدواء طيب أين نجد دواءنا في الشرق أو في الغرب في مناهج أهل الأرض لا في منهج الله عز وجل الذي خلق فعلم فحكم والذي حكمه ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون لا أحد من الذي ينبغي أن يأخذ منهج الله الآن هذا تطالب به الأمة أفرادا وجماعات ودولا لأننا نحن الآن في تشردم يعني ربما لا نرى له مثيلا لكن لا بد من الأخذ بالأسباب وقد يبدأ الإنسان بنفسه يعني أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك والله عز وجل حين كلف الأمة بالجهاد فرضه على النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قبل أن يفرضه على الناس في مثل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين فكل إنسان منه يحرض نفسه ويبدأ بنفسه ويجعل هذه تبعة عليه في شخصه ثم يحاول أن يقوم بهذا العب في سبيل النهوض بالأمة لكن لو أذنت لي شيخ يعني ربما كان في السابق تاريخيا نحن فقط نريد أن نوضح المفهوم أكثر لأساد المشاهدين ربما تاريخيا في السابق كان الحق واضحا لدى المسلمين لكن اليوم قد يقول لك القائل بأن الحق غير مرئي بشكل كافي هناك في معسكر أعداء المسلمين هناك من محسوب على أهل العلم ينظر لأعداء المسلمين وهناك في جادة المسلمين من ينظر للحق بأن الحق مع هؤلاء يعني كيف يتضح الحق إذا كانت هم المسلمون أنفسهم مقاسمون حول ما هي هذا الحق لأن الجهاد في الإسلام ما كان جهاد سيف فقط إنما منه جهاد الحقي جهاد الكلمة جهاد العلم فنحن مطالبون على قدر ما نستطيع أن نوضح هذا الحق وأن نصحح المفاهيم وأن نقول لنس تعالوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم والآخر يعني لابد من وجود هذه الأبجديات في الأمة لكن إذا فقدت هذه الأبجديات فقل على الدنيا السلام وكبر على الأمة أربعا لابد من إيجاد أرضية مرجعية نرجع إليها ننطلق منها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جهاد أمثال هؤلاء الذين تتكلم عنهم من المنافقين الذين يغررون ويضللون ويفسدون ولا يصلحون وإذي قل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون نعم السؤال الأخير لك دكتور عمر يعني حمل الأمة مليار ونصف المليار مسلم حملهم إلى طريق الاستقامة والإيمان وبالتالي استجلاب عوامل وأسباب النصر الإلهي قد يكون عملية شاقة وتقترب من المحال السؤال هو هل هذه عوامل النصر يمكن أن تتحقق في حيز جغرافي تنشأ فيه جماعة مؤمنة وتحقق براضة الله سبحانه وتعالى ثم تكون نواتاً لعودة الأمة إلى جادة الانتصارات مثلاً؟ بالنظر إلى تاريخ الأمة الطويل على مدى 14 قرنة أي وقفة من الوقفات من أولها إلى تاريخ الأمة الآن كنت ترى فيه بصيصاً من أمل يجعل الأمة تصل إلى ما وصلت إليه من أوج العظمة في كثير من الأوقات يعني كان المسلمون يعدون على أصابع اليدين في مكة كان ممكن يقضى عليهم في الهجرة كان ممكن يقضى على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كان ممكن تستأصل شأفة المسلمين في حروب الردة كان ممكن يقضى على الإسلام والمسلمين مع الفتن التي وقعت في عهد سيدنا علي صفين والجمل كان ممكن يقضى على المسلمين جاء العهد التتار كان ممكن القضاء على المسلمين جاءت الحرول للحملات الصليبية المتتابعة كان منها الممكن القضاء على المسلمين مرت الأمة الإسلامية بأمور أشد مما هي فيه الآن ثم كانت تخرج منها كما يخرج الإبريز أو الذهب الخالص من المنجمه بعد أن يصطلي بالنار فكان يكون أشد صلابة وأقوى عودة نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه المشاركة أعزائي المشاهدين نرجو أن نكون وفقنا في بيان عوامل النصر للأمة الإسلامية مع فاضلة الدكتور عمر عبد العزيز القراشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا أشكره نيابة عنكم شكرا جزيلا كل شكر لكم على حسن المتابعة في حراسة الأه حفظك الله